أعلنت الخطوط السعودية توفير ثماني رحلات مخصصة لنقل الحجاج من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأحساء الدولي ويقدر عدد الحجاج على متن هذه الرحلات بأكثر من ثلاثة ألاف حاج ويضاف إلى ذلك حوالي أربعة ألاف مقعد من خلال زيادة عدد الرحلات من جهة واستخدام طائرة ذات ساعة أكبر من جهة أخرى وذلك لاستعاب أكبر عدد ممكن من الحجاج على شبكة الرحلات الداخلية وستبدأ الخطوط السعودية فور انتهاء مرحلة الوصول استعداداتها لبدء المرحلة الثانية من الخطوط التشغيلية لحج هذا العام وذلك بتجنيد إمكاناتها البشرية في رحلات العودة بعد إتمام الحجاج ينسكهم